ونحن الآن تماما في هذه الأرض نحن نكون أصبحنا في العراق أو في الأراضي العراقية طبعا هذه ربما المرة الأولى التي يمكن أن نقول بأنه قد وصلت الكاميرا أو وصل حتى الجيش السوري أو حلفاءه إلى هذه النقطة طبعا السيطرة على كامل الحدود العراقية السورية فقدها الجيش منذ آخر هجوم لداعش قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبا على آخر المعابر التي كانت تواصلة بين العراق وسوريا تعلم أن هناك معبرين تقريبا بيد الأتراك في معبر سيمالكا ومعبر الياروبية أو الربيعة على الجانب العراقي وبالتالي هذه المرة الأولى التي يعيد فيها الجيش السوري الإمساك بالحدود مجددا وغير الكلام الذي كنا نقوله في بداية التغطية ولكن أيضا لمنع الحصار عن سوريا كما تذكر عندما كانت هناك معارك القلمون والقرار الذي اتخذ من أجل تحرير كامل القلمون من المجموعات المسلحة كان هناك ما يشبه أو مصطلح عليه ربما بإسقاط الجدار الرابع لأن سوريا باتت مغلقة أو محاصرة من كل حدودها الحدود الجنوبية تمسكها المجموعات المسلحة المدعومة أردنيا وأمريكيا الحدود الشرقية يمسكها داعش بعد أن كانت تمسك بها الفصائل المسلحة وطبعا الكرد أيضا الحدود الشمالية القوات الكردية إلى جانب الفصائل المسلحة من مصر ومن غيرها وكان يفترض أن تغلق على سوريا أيضا الحدود الغربية المشتركة مع اللبنان ولذلك كانت معركة القلمون حينها لإسقاط هذا الجدار ولمنع إغلاق الحصار وإغلاق كامل الحدود على سوريا